طبعاً زي ما بنقول كتير وربنا يكتر ويزيد ويبارك احنا تقريباً مش بيعدي علينا أسبوع غير لما بنحتفل بإنجاز ما للنادي أهلي بطولة ما دوري ما قناة النادي الأهلي تحصل على جهزة أحسر قناة رياضية إلى أخير وإلى أخير خلونا نقول إن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي تلقى خطاب من حوالي خمس أيام من مؤسسة جلوب سكر في دبي لدعوته للاحتفالية الكبرى اللي سيقيمها أو ستقيمها المؤسسة يوم 27 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى طبعاً بحضور كوكبة كبيرة من نجوم كرة القدم العالمية واستلام جائزة النادي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكتر تتويجاً بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط وافق كابتن خطيب على خبول الدعوة في رده المكتوب على مؤسسة جلوب سكر وطبعاً كانت مؤسسة جلوب سكر طرحت استفتاء من فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء اللي شكرتها المؤسسة و40% من القرار بيكون لرأي الجماهير في التصويت اللي انتهى منذ ساعات حسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجاً بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط يا رب دايماً فأفراح واحتفالات يا أهلي كلام جميل ومحترم وكناش ننتظر كمان حاجة أقل من كده مبروك علينا جميعاً ويمكن أنا بقى بشوف أن ختام سنة 2020 حلوة على النادي الأهلي كمان يعني فأعتقد أن احنا ما زعلناش بقالنا كمان فترة طويلة بأي خبر الحمد لله خاص بالنادي الأهلي في أي رياضة يا رب كمان 20-21 تكون كلها بطولات خاصة بالنادي الأهلي على مستوى كل رياضة